حكايتنا النهاردة عن إحسان الجزائرلي صاحبة لقب زوجة والدها تابعوا معنا الفيديو لنهاية علشان نعرف تفاصيل حياة إحسان الجزائرلي وإيه السبب وراء تلقبها بزوجة والدها ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إحسان الجزائرلي كان عندها خف الدم عالية جدا وكانت بتمثل مع والدها فوزي الجزائرلي اللي كان صاحب لقب بحبح أفندي لكن كانت دايما بتطلع بدور زوجته أم أحمد في أدوار سنوية في الأفلام السينمائية ومعاه في المصرح لدرجة أن الناس كلها كانت متخيلة أن هي فعلا زوجته لكن لما اكتشفوا أن فوزي الجزائرلي هو والد إحسان الجزائرلي لقبوها بلقب زوجة والدها بالرغم أن إحسان الجزائرلي كانت تتمتع بخف الدم عالية جدا وكانت مرحة وكل الفنانين كانوا بيحبوها وهي كمان كانت ودودة جدا لكل زميلها بالرغم كل ده كان لها خصومة مع الفنانة ماري مونيب وكان سبب الخصومة أن في يوم من الأيام إحسان شعرت بشوية مرض فما قدرتش توقف على خشبة المصرح اضطرت ماري مونيب أنها تنقذ الموقف وتاخد الدور بتاع إحسان وتأديه في هذا اليوم أعجب الجمهور جدا بماري مونيب وحبوها أكتر من إحسان وده اللي خلى إحسان تغير من ماري مونيب وتنشأ العداوة ما بينهم كان فوزي الجزائرلي وبنته إحسان عندهم فرقة متجولة وكانوا بتنقلوا بالفرقة بتاعتهم وأعضاء الفرقة ما بين المحافظات وفترة من الفترات قرروا أنه هما يستقروا في أحد المحافظات واتفقوا مع مسؤول كبير في المدرية أنه هو يبيع لهم التذاكر مقابل نسبة لي مقابل أنه هما يستقروا في المحافظة وبالفعل المسؤول كان بيبيع عليهم التذاكر وبياخد نسبة لي وهم بالفعل استقروا في المحافظة لكن في النعرض النهائي للمسرحية هجمت عليهم الشرطة وأبضت عليهم كان وقتها فوزي الجزائرلي قايم بدور عتيل وكانت إحسان قايمة بدور دايدا مونة وكانت بتلبس أميس نوم على المسرح وهو دوت اللي خل الشرطة تقبض عليهم وأخدوها بأميس النوم وفضلت مشى في الشارع وسط الناس بأميس النوم لحد مركز الشرطة ودي كانت أسوأ حادث حصل لهم أثناء مسيرتهم الفنية اتدخل المسؤول اللي كان بيشتغل معاهم وقال لهم شرط أنه أنتوا تخرجوا من اسم الشرطة وما يتعملش ليكم قضية أنه أنتوا تاخدوا الفرقة بتاعتكم ويسيبوا المحافظة كلها وبالفعل وفقوا على الشرط دوت علشان ما يتعملش ليهم قضية أصيبت إحسان بمرض التيفود وتنقلت للمستشفى وهناك اتحقنت بإبرة ملوسة وتوفت عام 1943 عن عمر يناهز 38 عام حزن عليها أبوها حزن جديد جدا وبعدها اعتزل الفن وأصيب بالاكتئاب حتى وفاته ترجمة نانسي قنقر